اسمعوا يرحمكم الله تلقيت شكوى ذات مرة هي منذ ثلاثة عوام تقريبا من واحدة تقول المشكلة الآن طبعا عن طريق الهاتف تقول المشكلة الآن ليست في أب الأبناء يعني ليست في زوجي وإنما المشكلة أخذت شكلا آخر أبناء أنفسهم يسخرون وينكتون نكة سخيفة يعيرونني بهذه القطيعة كما يعيرونني بعجزي عن الوصول لحقي من تركة أبي أبناؤها يعنفونها ويؤنبونها لأنها عجزت عن الوصول لحقها فقد ظلمها أخوها وقال ولدها لا كما حكت في الهاتف المحمول قالت قال الولد بالحرف الواحد ألسنا أولى بهذا الحق الذي ضاع ألسنا أولى به من أبنائي خالنا أو أخوالنا قالوها يا جماعة يا جماعة اتقوا الله هذه رواية يومية تتكرر بتلميحات مؤلمة وإيماءات ساخرة تتحملها المسكينة طوال العام طوال العام بسبب الظلم الذي وقع عليها لذلك أقول من لا أقول أنا ولكن سيدي وحبيبي هو الذي يقول صلى الله عليه وسلم يقدم عرضا ربانيا لمن أراد أن يبارك الله له في عمره وأرزاقه فليصل رحمه يبارك الله له في عمره وفي رزقه إن كان حريصا كما قلت على صلة الأرحام وبالذات مع الوالدة والشقيقة والعمة والخانة والبنت هؤلاء هم الأهم وهؤلاء هم أصحاب الأرحام وإن كان المعنى وإن كان المعنى يتجاوز النساء ليصل أيضا لتكون صلة الراحم كذلك مع الشقيق والعم والخال والوالد والابن كل هؤلاء أصحاب أرحام وأصحاب حق ولهم علي حق الزيارة حق الزيارة لله 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 والله هؤلاء جميعا لا يريدون منك شيئا سوى أن تسلم وأن تقول كل عام وأنتم بخير أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وهم الأولى بذلك من أناس كثيرين يمثلون الصداقة معك أو هم أصدقاء لك وأنت حريص على هؤلاء الغرباء من الأصدقاء وفي ذات الوقت أهملت المستحقين فعلا للزيارة وصلة الرحل ما قيمة هذه الزيارات للغرباء وقد أهملت الأقرباء ما قيمتها والعجيب أن هذه الأمور تنتقل إلى صدور الأبناء والبنات نعم نعم والله تنتقل والله الذي لا إله إلا هو بسبب صلة الرحم التي كنا نراها من الخال يرحم الله كلا منهما اللهم أمين كنت وأنا صغير أقول في نفسي أو أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بشقيقة أن يمن الله علينا بشقيقة يخرج من رحمها البنين والبنات لنتعامل مع هؤلاء البنين والبنات ولنتزاور معهم ولنتعاطف معهم ولنغدق عليهم من عواطفنا كما يفعل خالي وخالي أي والله العظيم يا رب أكرمنا بشقيقة لأن الذين معي جميعا من الرجال يا رب أكرمنا بشقيقة تلد لنا من البنين والبنات ما نحسن معاملتهم إن شاء الله كما أحسن خالي وخالي إلي وإلى إخوتي متعة ما بعدها متعة وأجر عظيم حدث عنه ولا حرج والصال الأرحام والصال الأرحام يمشي بين الناس محبوبا محاطا بالعواطف الطيبة وبالدعاء الطيب وله تميز في صدور الناس ترجمة نانسي قنقر